أريد أن أجري مقارنة سريعة فيما بين سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس فيما يعتقدونه في محمدهم إنني لا أتحدث عن محمد الله ولا أتحدث عن محمد علي وآل علي ولا أتحدث عن محمد القرآن ولا عن محمد العترة الطاهرة إنني أتحدث عن محمد سقيفة بني ساعد وعن محمد سقيفة بني طوس ألا لعنة على السقيفتي مقارنة بل هي منافسة في الحقيقة الحكم إليكم كي تشخصوا أي السقيفتين أقذر وأوسخ وألعن لأنني أعتقد أن السقيفة بني ساعدة أقذر من سقيفة بني طوس في بعض الجهات وسقيفة بني طوس أقذر من سقيفة بني ساعدة في جهات أخرى لكن في المحصلة النهائية فإنني أعتقد أن سقيفة الطوسيين هي الأقذر والأوسخ والأحقر والأنجس هذه كتب كتب سقيفيي سقيفة بني ساعدة وكتب سقيفيي سقيفة بني طوس ألا لعنة على السقيفتين في سقيفة بني ساعدة تحدثوا عن أن محمدهم يحاولوا الانتحار وكرارا ومرارا هذا منطق بخاريهم نقلا عن عائشة عائشة هي التي حدثت وقالت والبخاري نقل من أن النبي الذي يتحدثون عنه حاول الانتحار بأن يلقي نفسه من شواهق الجبال مع أن جبرائيل كان يتبدى له كان يظهر له لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم ذكره في الحلقة الماضية هذا الكلام يدل على قلة عقل هذا النبي نبي ليس متأكدا من نبوته أدل دليل على قلة عقله الطوسيون ماذا يقولون هذا هو تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد كتاب عقائد الشيخ المفيد قد يقول قائل من أن المفيد ليس من الطوسيين إن كان في بادئ أمره فهو أستاذ الطوسي والمذهب الطوسي تأسس بعد ذلك المفيد توفي سنة 413 للهجرة والمذهب الطوسي بدأت تباشيره اللعينة الأولى سنة 448 للهجرة حينما انتقل الطوسي المشؤوم إلى النجف كي يؤسس الحوزة اللعينة المشؤومة هناك أقول من أن المفيد رجع إلى أحضان إمام زمانه ومر الكلام في الحلقات الماضية لكن عقائد ضلاله أيام كان معتزليا هي التي يتمسك بها الطوسيون ويعلمون الشيعة كي يقدس المفيد ويقدس كتبه بعقائد ضلاله هذه من هذه الجهة جئت بكتاب المفيد هذا لأن الطوسيين يتبنون العقائد هذه ويعلمون الشيعة على أن يأخذوا عقائدهم من كتب ضلال المفيد أما كتبه التي ألفها بعد هدايته ورجوعه إلى أحضان إمام زمانه فإنهم لا يعبؤون بكتاب الأمال أما كتاب الإختصاص ينكرونه يقولون من أن هذا الكتاب ليس للمفيد ومر الكلام في هذا ماذا يقول المفيد في عقائده الضالة التي يتبناها الطوسيون اللعناء تصحيح الاعتقاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة طبعة دار المحجة البيضاء الطبعة الأولى 2016 ميلادي صفحة 107 فأما الوصف لهم لمحمد وآل محمد فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه نذهب إلى فاصل هكذا يقول المفيد حينما كان يتبنى عقائد الضلال الاعتزالي فأما الوصف لهم بالكمال لهم لمحمد وآل محمد فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه فالنبي محمد ليس كاملاً قبل بعثته بحسب قواعد علم الكلام فإنه صار حجة على الناس بعد بعثته الحقيقة ليست كذلك ولكن بحسب عقائد السنة والشيعة وفقاً لعلم الكلام فإن النبي بدأت حجيته بعد بعثته المفيد هكذا يقول من أن كمال النبي في جميع أحواله لم يكن متحققاً له قبل بعثته وإنما اكتملت أحواله بعد البعثة فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه فعلي أيام رسول الله لم تكن أحواله مكتملة وإنما اكتملت أحواله بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وعاله ورحيله عن هذه الدنيا بدأت إمامته الفعلية فهنا اكتملت أحواله فالنبي قبل البعثة لم يكن مكتمل الأحوال ويؤكد المفيد هذا القول في الصفحة التالية صفحة 108 حينما يقول والوجه القول الوجيه الرأي الدقيق الرأي المتين بحسب المفيد والوجه أن نقطع على كمالهم في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك هذا هو الرأي الوجيه العقيدة الصحيحة هي هذه والوجه أن نقطع على كمالهم في العلم والعصمة متى في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم عليهم السلام متى أكمل عقولهم حينما تحققت لهم الحجية على العباد النبي بعد بعثته والإمام بعد إمامته ما قبل ذلك فإن أحوالهم وعقولهم ليست مكتملة علمهم ليس مكتملا عصمتهم ليست مكتملا هذا هو الذي يتحدث به المفيد في ضلاله الاعتزالي الواضح الحكاية هي الحكاية النبي يحاول الانتحار في بداية البعثة وربما استمر إلى فترة طويلة لأن كلام عائشة يخبرنا عن تكرار هذه الحالة هناك خلل في عقل نبيهم والأمر هو عند الطوسيين فإن محمدهم لم يكن مكتمل العقل قبل البعثة ماذا مر علينا في الحلقة الماضية من أن المسلمين البدريين اتهموا النبي بسرقة القطيفة الحمراء بسرقة قطيفة حمراء سرقها رسول الله من غنيمة بدر ومر الكلام في هذا لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام عندنا عند الطوسيين هذا شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي المتوفى سنة ستمية أو ستة وسبعين هذا هو الذي بعث الروح والحياة في المذهب الطوسي القذر بعد أن أصابه الخور والضعف ومر الحديث في هذا هذا المجلد الذي يشتمل على الجزء الأول والثاني من طبعة دار الأضواء في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئة من الجزء الأول في أحكام الخمس والأنفال وكذا له وكذا للنبي وللإمام من بعده للإمام الوصي وكذا له وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ما لم يجحف والإجحاف شديد الظلم تلاحظون تلاحظون أن محمد سقيفة بني ساعد يحاول الانتحار لقلة عقله ولعدم تأكده من أنه رسول مبعوث من قبل الله محمد محمد سقيفة بني طوسي عقله قبل البعثة ليس مكتملا أحواله ليست مكتملة نحن لا نتوقع من الطوسيين أن يستنسخوا عقائد سقيفي بني ساعد فالطوسيون عندهم أناس يقولون نحن شيعة العترة فلابد أن يضحكوا عليهم وفقا لوضع يستطيعون أن يركبوا على ظهورهم فالمسلمون البدريون بحسب منهجية السقيفة بني ساعد الذين يقدسون كل البدريين هؤلاء هم الذين اتهموا رسول الله بأنه سرق القطيفة الحمراء بينما سرقها بعض الصحابة في حقيقة الأمر المحقق الحلي من الطوسيين اللعناء هو هو الذي يقول من أن المعصوم أكان نبيا أم كان إماما له أن يصطفي من الغنيمة إلى أن يقول ما لم يجحث وهذا الكتاب له الكثير من الشروح حينما يمرون على هذا الكلام لا يعبؤون به أو أنهم يحاولون أن يخففوا وطأة هذا الضلال أو أن يجدوا عذرا له في إساءة التعبير إلى غير ذلك بالنتيجة هذا موجود في كتب القوم وهذا الكتاب هو أول كتاب يدرس في المنهج الحوزوي في حوزة النجف الطوسيون في ضلالهم لا يختلفون عن السقيفيين عن سقيفي بني ساعدة ولكن كل سقيفة بحسبها أتباع سقيفة بني ساعدة بحسب البخاري عائشة تحدثنا تحدثنا عن أن النبي حين دخل إلى حجرتها الخاصة وجد عندها رجلا غريبا لم يصدر منه شيء لكنها تبينت الكراهة كراهة الأمر في وجه رسول الله فأخبرته بأن الرجل أخوها من الرضاعة فقال ما قال النبي مر الكلام علينا هذا النبي لا يعرف أقرباء زوجته رجل غريب في الغرفة الخاصة لزوجته هو لا يعرف أقرباء زوجته الطوسيون في جواهر الكلام جواهر الكلام شرح لشرائع الإسلام محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 هجري قمري هذا هو الجزء الأول من جواهر الكلام الطبعة طبعة مؤسسة المرتضى العالمية بيروت لبنان من الطبعة ذات المجلدات الكبيرة في الصفحة الحادية والعشرين بعد المئة لا أريد أن أقرأ الكلام كله فقد مر علينا في الحلقات الماضية وقرأته ووقفت عنده وشرحته خلاصة الكلام صاحب الجواهر يقول من أن النبي ومن أن الأئمة لا يعلمون مقدار الكر بسبب اختلاف الروايات في تحديد مقدار الكر وزنا أو مساحة فإنه يقول من أن النبي والأئمة من بعده لا يعلمون مقدار الكر بشكل دقيق مقدار الكر هو مقدار الماء الذي لا ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا تغير لونه طعمه رائحته التفاصيل الشرعية المبينة في محلها فالإمام المعصوم والنبي المعصوم لا يعلمان مقدار الكر وإنما خرصاه خرصا هكذا من دون علم إلا أن الله سبحانه وتعالى أمضى ذلك أي إله يعبث بالدين هكذا وأي نبي وأي إمام يكون بهذا الغباء بحيث لا يعرف أبسط الأحكام الشرعية أي نبي هذا وأي إمام هذا هذا هو الذي يقوله صاحب جواهر الكلام يقول ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة ولا غضاضة لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة وأجر الله الحكم عليه إذن محمد صلى الله عليه وآله يحاول الانتحار مرارا ومحمد أحواله وعقله ليس بدرجة الكمال قبل البعثة محمد سرق القطيفة الحمراء من غنيمة بدر محمد يجحف في تقسيم الغنيمة بحسب المحقق الحل ما لم يجحف محمد لا يعرف أقرباء زوجته وأحوال بيته محمد لا يعرف أحكام الدين لا يعرف مقدار الكر أي محمد هذا محمد مسحور مثل ما قالت عائشة في البخاري فكان يتخيل أنه يأتي النساء وهو لا يفعل ذلك قطعا هذا مثال وهكذا بقية الأمور فإنه يتخيل أنه قد صلى لكنه لم يكن قد صلى يتخيل أنه قد بلغ القرآن لكنه لم يكن قد بلغ القرآن ما هي الحكاية كلها ستكون هكذا هذا محمد المسحور محمد عائشة أما الطوسيون فهذا محمد باقر الصدر المدرسة القرآنية كتاب معروف لمحمد باقر الصدر إنها طبعة مكتبة سلمان المحمدي الطبعة الأولى 2013 ميلادي بغداد العراق مكتبة سلمان المحمدي في بغداد العراق الطباعة في لبنان صفحة ميتين واثنين واثمانين يتحدث عن أن محمدا ما كان يعرف القراءة والكتابة وما كان يعرف ثقافة عصره كان رجلا جاهلا هو الذي يقول فمحمد مسحور لا يعرف ماذا يفعل وهو جاهل لا يحسن القراءة والكتابة هكذا يقول محمد باقر الصدر صفحة ميتين واثنين واثمانين إن القرآن بشر به وأعلنه على العالم فرد من أفراد المجتمع المكي ممن لم ينال ما يناله حتى المكيون يعني أبا سفيان كان أكثر ثقافة من محمد هو الذي يقول لست أنا يعني أن أبا جاهل كان أكثر ثقافة من محمد هو الذي يقول إن القرآن بشر به وأعلنه على العالم فرد من أفراد المجتمع المكي ممن لم ينال ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف فأبو سفيان كان يحسن القراءة والكتاب وكان مثقفا بثقافة عصره كذاك أبو جهل البقية الباقية من عتاة قريش من قوادي مكة ومن سفلة مكة هؤلاء نالوا تعليما ونالوا ثقافة لكن محمدا لم ينال ذلك كما يقول محمد باقر الصدر فهو ممن لم ينال ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب إلى أن يقول في صفحة ميتين وثلاثة وثمانين في وصف النبي فرد أمي لم يشارك حتى في ثقافة مجتمعه بالرغم من بساطتها هل هذا محمد سيرقعون لكم ويضحكون عليكم علماء السنة سيرقعون للسنة وعلماء الشيعة سيرقعون للشيعة محمد باقر الصد يصر على هذا وأعاد طرحه في مقدمة الرسالة العملية إنه يطلب من مقلديه أن يعتقد بهذه العقيدة رسالته العملية الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت لا يوجد هناك شيء اسمه مذهب أهل البيت هذا هو المذهب الطوسي الذي زيف بهذا العنوان إذا أردنا أن نتكلم بالحقيقة الفتاوى الواضحة وفقا للمذهب الطوسي أهل البيت ما عندهم من مذهب إصطلاحي كالمذهب الحنفي والشافعي أهل البيت عندهم دين هو هذا الدين الذي تحدث عنه القرآن من أن الدين عند الله الإسلام هو هذا ولا يوجد غيره ورضيت لكم الإسلام دينا كما جاء في سورة المائدة هو هذا دين العترة الطاهرة ليس هناك من مذهب هذا المذهب الطوسي هذه الطبعة طبعة دار التعارف جعل لرسالته العملية مقدمة في أصول الدين أصول الدين عند محمد باقر الصدر ثلاثة المرسل الرسول الرسالة أخذها من القطبيين هذه عقائد حسن البنة وسيد قط فأصول الدين عند محمد باقر الصدر هي هذه الثلاثة التي أثبتها في مقدمة رسالته العملية المرسل الرسول الرسالة حين تحدث عن الرسول وصفه بنفس الأوصاف التي قرأتها عليكم قبل قليل من كتابه المدرسة القرآنية إنها مدرسة الجهالة والسفاهة مدرسة الضلال ونقض بيعة الغدير في الصفحة السابعة والستين وقد جاء كل ذلك وقد جاء كل ذلك مما جاء في القرآن وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر فضلا عن أن يكون بمستوى القيمومة والتصحيح والتطوير هذا هو شأن محمد بحسب المراجع الطوسيين ويكرر الأمر مثل ما ذكر لنا محمد باقر الحكيم فإن الدروس التي كان يلقيها محمد باقر الحكيم في كلية أصول الدين إنها الكلية التي كان يهيمن عليها حزب الدعوة ويديرها مرتضاء العسكري كان يدرس فيها محمد باقر الحكيم الدروس التي يكتبها محمد باقر الصدر والتي طبعها محمد باقر الحكيم في كتاب عنوانه علوم القرآن هذه الطبعة الخامسة منقحة ومصححة إنها طبعة مؤسسة مؤسسة تراث الشهيد الحكيم 2010 ميلادي النجف الأشرف صفحة 126 127 الكلام هو هو لا حاجة لإعادة قراءته إنما جئت بالعديد من مصادر محمد باقر الصدر كي تعرفوا من أن الرجل مصر على هذه الفكرة ولا ينفرد محمد باقر الصدر بهذه الفكرة الخوء على هذه الفكرة السيستان على هذه الفكرة المعاصرون من المراجع في النجف وكربلاء على هذه الفكرة محمد الشيرازي على هذه الفكرة محمد حسين فضل الله على هذه الفكرة الطوسي مؤسس المذهب على هذه الفكرة الطبرسي في تفسيره مجمع البيان على هذه الفكرة محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف على هذه الفكرة محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان على هذه الفكرة إلى كل الأسماء إلى كل الأسماء التي تخطر في أذهانكم هذه الفكرة موجودة في عقائدهم وهم أخذوها عن نواصب سقيفة بني ساعد نذهب إلى فاصل محمد سقيفة بني ساعد يسب المؤمنين من دون سبب يلعنهم يشتمهم يجلدهم يفعل فيهم ما يفعل من دون سبب وبعد ذلك يطلب من الله أن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم رحمة وخيرا وقربة ما هذا الهراء لكن محمدهم هكذا قرأت عليكم من البخاري ومن صحيح مسلم من الصحيحين قرأت عليكم تلك الأحاديث الطوسيون اللعناء ماذا يقولون هذا هو محمد حسين فضل الله في تفسيره الذي عنوانه من وحي القرآن هذه طبعة دار الملاك وهذا المجلد الحادي عشر صفحة مية واحد وعشرين في تفسير الآية الثالثة والأربعين من سورة التوبة أفى الله عنك الخطاب بحسب المنهج العلوي في التفسير لفظا لرسول الله مضمونا للأمة بغض النظر عن هذا الموضوع ماذا يقول هذا الطوسي المفسر أفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صفحة مية وأربعة وعشرين هكذا يقول محمد حسين فضل الله عفى الله عنك وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق لي يخفف من وقع الخطأ يعني أن النبي قد وقع في الخطأ ولكن الكلام هنا في الآية يراد منه تخفيف وقع الخطأ من قبل النبي عفى الله عنك وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق ليخفف من وقع الخطأ انطلاقا من عدم اطلاعه من عدم اطلاع النبي على مواقفهم الحقيقية مما يؤدي إلى تصديقهم فيما يقولون يعني أنهم يضحكون عليه يخدعونه مما يؤدي إلى تصديقهم فيما يقولون أو حملهم على الصحة أو من سعة صدره التي تدفعه إلى عدم احراج هؤلاء في موقفهم وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة لأن العفو عفى الله عنك لأن العفو فيما توحي به الكلمة يفرض أن هناك ذنبا يحتاج صاحبه إلى العفو عنه ولكن الموضوع ليس كذلك لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف هناك خطأ وقع في أي طريقة يريد أن يتحدث عنه هناك خطأ وقع إلى أن يقول في الصفحة مية وخمسة وعشرين تحت عنوان معنى خطأ النبي فالنبي قد وقع في الخطأ ما معنى خطأه يشرح لنا هذا العلامة الفهامة الطوسي إنه محمد محمد حسين فضل الله وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ لا توجد مشكلة وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ الكلام هو هو في الصحيح البخاري ليس هناك من مشكلة أن النبي يجلد المؤمنين أن يكون جلادا ليس هناك من مشكلة أن النبي يلعن المؤمنين وهم لا يستحقون ذلك المشكلة ستحل لأن الله سيعوضهم وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه قول عنا غبي أذوال هسا هاي اللغوة زايدة جنوب وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه لعدم وضوح وسائل المعرفة لدى محمد مدام الغيب محجوبا عنه يقول أن الغبي جاهل أذوال مثل ما قالت أحاديث البخاري ومسلم فهو فهو يحاول الانتحار هو مسحور لا يدري ماذا يفعل هو أسقط الآيات من القرآن وإنما ذكره بالآيات التي أسقطها من القرآن رجل من عامة المسلمين كان يقرأ القرآن في المسجد مثلما حدثتنا عائشة وهذه الأحاديث كلها أحاديث عائشة في البخاري وهذه أحاديث حزب الدعوة أحاديث القطبيين هذه أحاديث محمد عسين فضل الله وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه إلى آخر هذا الهراء هذا في المجلد الحادي عشر هو هو محمد حسين فضل الله في المجلد الرابع والعشرين إنها الطبعة نفسها طبعة دار الملاك بيروت لبنان فيما يرتبط بسورة عبس وتولى بحسب بحسب أحاديث أهل البيت فإن الذي عبس وتولى هو عثمان بن عفان وهذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة ولكن بحسب النواصبي عند السقفتين فإن الذي عبس وتولى هو محمد صلى الله عليه وأهله ماذا يقول محمد حسين فضل الله يتحدث عن الأغنياء وكيف أن النبي يقبل عليهم باعتبار أن الآيات من سورة عبس وتولى تحدثت عن هذا المضمون عبس وتولى أن جاءه الأعمى هذا هو ابن أم مكتوب أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصد هكذا يقول فضل الله وهو يتحدث عن الأغنياء الذين يقبل عليهم رسول الله ويترك الفقراء فيقول لأنه هذا الغني يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت فإن النبي يضيع وقته ولذلك فإن الله قال ما قال في هذه السورة يردع النبي صلى الله عليه وآله يقول من أن النبي حينما يقبل على الأغنياء يضيع وقته وهذا هو الذي فعله رسول الله لأنه بحسب السورة فإنه أقبل على الأغنياء لأنه هذا الغني يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك من الاستغراق في الاهتمام بهدايته الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى تكون مع الفقراء وهذا هو الذي فعله النبي أن ضيع وقته مع الأغنياء وفوت الفرصة على الفقراء وتفويتا لفرصة مهمة أخرى وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الداعية الذي يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثر في الدعوة الإسلامية وكأن النبي صلى الله عليه وآله كان مسؤولا في حزب الدعوة الإسلامية ثم يقول فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله إذا كان النبي قد ضيع وقته في خدمة الأغنياء وترك الفقراء يقول لا توجد هناك مشكلة أخلاقية النبي اشتبه الله عاتبه وانتهى الأمر فلماذا تشكلون على عصمة النبي بهذا الموضوع فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله النقطة الثالثة إن السورة قد تكون واردة في مقام توجيه النبي إلى الاهتمام بالفئة المستضعفة التي تخشى الله وتؤمن به لتعميق تجربتها الروحية وتنمية معرفتها القرآنية الإسلامية إلى أن يقول في الصفحة الثالثة والستين أما الأغنياء فإن هدايتهم قد تحقق بعض الربح وبعض النتائج الإيجابية على مستوى إزالة المشاكل إزالة المشاكل في الواقع الاجتماعي في عمل الدعوة الإسلامية على مستوى إزالة المشاكل التي كانوا يثيرونها أمام الدعوة عن الطريق ولكنهم لا يستطيعون التخلص من رواسبهم بشكل سريع مما قد يجعل الإنصراف إليهم والإنشغال بهم عن غيرهم موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة هذا يعني أن النبي لا يعرف الأولويات فهو يقدم النتائج الصغيرة على النتائج الكبيرة ويعمل لتحقيق النتائج الصغيرة بعيدا عن تحقيق النتائج الكبيرة أي نبي أثول هذا أي نبي أثول إبليس هل يفعل هذا إبليس لا يفعل هذا إبليس عنده قائمة أولويات بحسب مصالحه لا بحسب ما يريد الله بحسب ما يريد هو فلابد أن النبي عنده قائمة أولويات بحسب ما يريد الله سيكون حال إبليس أفضل من حال محمد صلى الله عليه وآله لأن إبليس عنده قائمة أولويات قد رتبها يعمل على أساسها أما محمد فإن الأمور مختلطة في رأسه هو لا يدري ماذا يفعل محمد ولذا فإنه يسب المؤمنين من دون سبب ويلعن المؤمنين من دون سبب ولذا فإنه قد عبس وولى بوجهه عن ابن أم مكتوب وليس عثمان ابن عفان هو الذي فعل ذلك إنما فعله رسول الله بحسب هؤلاء الطوسيين اللعناء هذا هو محمد الذي يتحدثون عنه ويعتقدون به نذهب إلى فاصل بحسب عائشة فإن النبي كان يسقط آيات القرآن وينساها يسقطها من سور القرآن وقد قرأت ذلك عليكم من البخاري كم أسقط من الآيات ولم يجد أحد يذكره هناك حالات سمع فيها النبي بعض المسلمين يقرؤون تلك الآيات التي أسقطها فترحم عليهم وقال إن الرجل رحمه الله يرحمه الله ذكرني بتلك الآيات التي نسيتها وأسقطتها من سورة كذا وكذا نحن نحن لا ندري كم من الآيات أسقط هذا النبي الغبي الذي لا يحفظ قرآنه والكتاب المنزل عليه الطوسي في تفسيره التبيان وهذا هو الجزء الرابع من طبعة ذو القربة إنها الطبعة الأولى 1431 هجر قمري قموا المقدسة في تفسير الآية الثامنة والستين بعد البسملة من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى آخر الآية أذهب إلى موطن الحاجة فإن الطوسية يتحدث عن سهو المعصومين عن سهو محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فيقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله هذا الكلام يكون أفضل من كلام عائشة لأن عائشة نقلت عن النبي من أنه يسقط الآيات لأن نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسو أو يسو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل يعني ما يصيرون مخابير ينسون ويسهون إلى الحد لم يصيرون مخابير هو الذي يقول هكذا فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسه عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا من شؤونهم وأحوالهم وما جرى لهم فيما مضى من الزمان وينسون كثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان هذا هو محمد صلى الله عليه وآله كما يحدثنا الطوسي في التبيان والكلام هو هو ذكره الطبرسي في مجمع البيان وهذا هو الجزء الرابع طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في تفسير الآية نفسها نهاء الآية الثامنة والستون بعد البسملة من سورة الأنعام في الصفحة الحادية والثمانين والثانية والثمانين الكلام هو الكلام هو لا حاجة للقراءة لقد قرأت هذا وتحدثت عنه بالتفصيل في الحلقات السابقة وهذا الخوئ أقرأ عليكم من الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهذه طبعة دار الصديقة الشهيدة طبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة صفحة 446 رقم السؤال 1520 سؤال عن سهو النبي عن سهو الأئمة جواب الخوئ القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية في غير الموضوعات الخارجية يعني في دائرة التبليغ الموضوعات الخارجية يسهو فيها هذا كلامه وهذا الكلام أثبته في آخر حياته القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية هذا يعني أن دائرة السهو عند النبي ستكون أوسع من دائرة السهو التي تحدث عنها الطوسي والطبرسي لأن الطوسي تحدث عن أنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم من شؤونهم وينسون كثيرا مما جرى عليهم في ماضي الزمان الخوئي جعل النسيان يمكن أن يتطرق إلى كل الموضوعات الخارجية إلى كل الموضوعات الخارجية هذا يعني أن النبي يمكن أن ينسى الأمور الأهم وينشغل بالأمور المهمة مثل ما تحدث محمد حسين فضل الله ما هم يشربون من آنية الخراء نفسه ويأكلون من وعاء الخراء نفسه ومحمد حسين فضل الله تلميذه تلميذه الخوئي بحسب الخوئي فإن المعصومة فإن النبي والإمامة ينسون الأمور الأهم هذا الاحتمال قائمون وينشغلون بالأمور المهمة وربما ينسون الأمور المهمة وينشغلون بالأمور غير المهمة قائمة الأولويات عندهم مضطربة بالضبط مثلما تحدث محمد حسين فضل الله عن أن النبي يقدم النتائج الصغيرة على النتائج الكبيرة ولذا عاتبه الله في سورة عبس وتولى هذا هو محمد الخوع ومحمد السستاني ومحمد محمد باقر الصادر ومحمد الطوسي ومحمد المفيد أيام ضلاله حينما كان ضالا معتزلية ماذا تقولون أنتم لا يوجد فارق بين السنة والشيعة مثل ما قلت لكم الصحابة وأئمة المذاهب ضحك على الذين يقولون نحن سنة مراجع الدين ضحك على الذين يقولون نحن شيعة ألا لعنة على السقيفتين أي محمد هذا هذه الحقائق بين أيديكم فماذا تقولون أنتم أي السقيفتين أقدر قلت لكم قبل قليل من أن السقيفة بني ساعدة أقدر في بعض الجهات ومن أن السقيفة الطوسيين أقدر في بعض الجهات لكن في نهاية المطاف فإن السقيفة الطوسية هي الأقذر وهي الأنجس وهي الألعن ومن هنا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه الحقائق بين أيديكم عائشة وعمر وأبو هريرة والبخاري ومسلم وأئمة المذاهب أمرهم واضح معروف لدينا المشكلة في هؤلاء في هؤلاء الطوسيين اللعناء الذين تقدسهم الشيعة والخراء هو الخراء والضلال هو الضلال وفي سياق هذه السفاهة والقذارة تعالوا كي نشاهد ونستمع هذا حبيب الكاظمي يخبرنا عن أن صلاتنا على محمد وآل محمد ترفع شأنه وكلما صلى مصل منا على محمد فإن الله يقول له يا محمد أخرج من قصرك الذي أنت فيه في الجنان وانتقل إلى قصر آخر رجاء اعرضوا لنا فيديو السفاهة والسفالة والجهالة والقذارة الله صلت الله صلت على محمد وآل محمد بارك الله في المؤمنين حقيقة هذه من دواع الإيمان إذا رأيتم الإنسان يرفع صوته بالصلاة على النبي وآله كلما ذكر المصطفى فاعلم أن هذا الإنسان مبارك في إيمانه صلوا على محمد وآله وغني عن القول قلنا الصلاة على النبي وآله دعاء دعاء من أفضل الدعاء إذا ذهبت لزيارة الحبيب المصطفى ارفع يديك إلى السماء وقل مرة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد ولكن قدم طلبا يا رب ارفع درجة النبي وآله لو أنه صليت على النبي وآله مرة واحدة في العمر لا أقول مليون مرة لا نريد بالضرورة حملة صلوات مليونية هذا شيء جيد ولكن إن صليت على النبي صلاة واحدة مقبولة ماذا سيحدث ماذا سيحصل النبي في عالم البرزخ مع الأئمة عليهم السلام 11 إمام للإمام العسكري عليه السلام يأتي الخطاب من رب العالمين أيها المصطفى ترق من هذا القاصر هيئنا لك قصرا أوسع وأرحب وأجمل لا لك لعلي وفاطمة وذريتها يا ربي ولم يأتي النداء فلان عبد في وعلى وجه الأرض صلى عليك صلاة قبلنا منه هذه الصلاوات يا رسول الله رفعنا لك الدرجات ماذا تقولون لهذا الغبي أنا لا أريد أن أعلق على هذه السفاهة على سفاهته هو وعلى سفاهة الناس الذين يرفعون أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد لأنهم معجبون بهذا الهراء وبهذه الجهالة محمد المعظم الأعظم صلى الله عليه وآله يحتاج إلى صلاة عليه وعلى آله الأطهرين كي ترتفع درجته أي غباء هذا أي غباء هذا ومن هذا الغبي إلى غبي آخر إلى محمد الشيرازي فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وآله 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 لماذا نصلي عليه هل ينفعه الجواب نعم ينفعه النبي ينفعه صلاة نعم النبي ينفعه صلاة النبي له في الآخرة لنفره مليار دار قلت اللهم صلى على محمد وآله محمد الله أضاف عليه دارا أخرى له مليارات من الأنوار الله أضاف عليه نورا آخر في هذه الغرفة مئة قلوب مصباح هربائي أضاف نا عليه مصباحا الماديات والمعنويات قابلة للتساعد حتى النبي حتى إلى التثبيت وقالوا ليلة نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورطلناه ترتيلا نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتساعد من الإيمان احنا احنا هؤلاء هم المراجع وطوسيون اللحناء ينشرون ضلالهم في رؤوس الشيحة الديخيين من أتباعهم هذا الغبي يقول من أن صلاته على النبي وآله الأطهر تنفع النبي من أنت وما قيمة صلاتك حتى تنفع النبي هؤلاء أغبياء أغبياء بتمام معنى الكلمة نحن نحن نقرأ في سورة الأنبياء وفي الآية السابعة بعد المائة بعد البسملة وما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جمع مذكر سالم معرف بالألف واللام هذا التعبير يحيط بكل العوالم عالمون جمع لعالم هذا التعبير تعبير استيعابي يستوعب كل العوالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه رحمة مرسلة من الله قطعا ستكون بحسب القابل هذه رحمة ستسع كل العوالم هذه هي الرحمة التي وسعت كل شيء الرحمة التي تسع كل شيء هل نستطيع عقلا أن نصدق أو أن نقبل من أنها ستكون بحاجة إلى رحمتنا هي رحمة نازلة علينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمون جميعا جميع العوالم في عوالم الشهادة وعوالم الغيب في عوالم الطبيعة وعوالم النور والمعنى في العوالم العلوية وفي العوالم السفلية في الملأ الأعلى وما بعد الملأ الأعلى كل العوالم هذه داخلة في هذا التعبير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمون هم هم الذين نذكرهم في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالم كل العوالم من أولها إلى آخرها من ظاهرها إلى باطنها ومن باطنها إلى ظاهرها الرحمة المرسلة من قبل الله إليها وهي رحمة محيطة مستوعبة لهذه العوالم تتمثل بهذا العنوان محمد محمد رحمة العالمين صلى الله عليه وآله هذه الرحمة التي وسعت كل شيء هل هي بحاجة إلى رحمتي من أنا حتى تكون الرحمة التي وسعت كل شيء بحاجة إلى رحمتي كي أوسعها أكثر هذا الكلام مرفوض عقلا لأن الرحمة نزلت بحدود القابل لا زيادة لا مجال للزيادة إذا افترضنا مجال للزيادة هذا خلل في عطاء الله خلل في حكمته فهو قد أفاض على العوالم هذا بما لا يناسبها برحمة ناقصة تحتاج إلى زيادة من قبل أفراد تلك العوالم الذين هم بحاجة إلى تلك الرحمة النازلة أي منطق هذا أي هراء هذا هؤلاء لا يفقهون الكتاب ولا يفقهون الدين جموع من البغال والحمير يفرض على شيعة أن يقدسوه وشعة مسخرة مسخرة أولا الشعة مسخرة مسخرة بتمام المعنى إلى سفيه آخر إلى سفيه آخر يحدثنا عن أن محمد صلى الله عليه وآله كان يعاني من نقص في الحنان إنه مرجع من المراجع الكبار بشير النجفي الزهراء سلام الله عليها في حياته المختصرة تمكنت من تجسيد وظائف المرعة كبنت في بيت أبيها كانت سلام الله عليها بنت هذا وفية حنو حنية حنونة على أبيها وأمها رغم أنها فقدت أمها أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها في تفولتها ولكنها كانت هذا تعيعت لأن تكون بنتا حقيقية للرسول صلى الله عليه سلم وكانت تقوم هذا بين خدمة النبي صلى الله عليه سلم وإطاعته بحيث مليا وفرت للنبي صلى الله عليه وعليه ذلك العطف الذي غرم منه النبي صلى الله عليه سلم عطف العم لأن أمه صلى الله عليه وعليها كتوف وهو هذا الرضيع هذا فيها أحضان أمه وإذن هذه زهراء صلى الله عليه وفرت للنبي ما فقد هو بموت أمه حنان لهم ولذلك لقبها النبي صلى الله سلم بأم أبي عام شنو الفهم هذا شنو العلي أو منها المال حم الجمال هؤلاء هم مراجع العظام شنو هالخير أم أبيها هذا المضمون العميق والعميق جدا يتحدث عن بهذه الطريقة تقولون مدينة عجوز تخطب إنا وحدة من الجيران تسول فينا عن ابنية حبابة خوش ابنية مؤدبة بتناس شنو شنو الخرط هؤلاء هم مراجع العظام وطيح وطيح تلحظ مستمر وعلى هر طيح نش ناعم تعالوا تعالوا اسمعوا هذا العملاق إنه عملاق المرجعية السيستانية رشيد الحسيني وخصوصا ونحن في ضيافة سيدنا السيد الأستاذ السيد رشيد لا بد ألا نطيل في الكلام في هذا المقام فإنه كان فقير مكة هل وجاهته الاجتماعية فإنه كان يتير يرعاه عمه أبو طالب هل كان علمه الوافر فإنه كما تنقل الآيات وتفسر وتفسر الآيات من قبل المفسرين أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب إذن ما الذي جعله أن يكون بهذا بهذه المرتبة العظمى ونبي الأنبياء وخاتم الرسل ما الذي جعله للأموال للعلم للجاه وللعشيرة ولأي نحو من هذه الأنحاء إذن يبقى شيء واحد هو الذي رشحه أن يكون نبيا وهو أنك لعلى خلق عظيم خلق النبي مناقبه أحلاقه لا أعلق على هذا الهراء وإنما أترك التعليق لكم سفاهة لا تشابهها سفاهة هكذا يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هذا هو هذا هو الواقع الطوسي القذر الوسخ النجس السفيه التافه من مرجعه الأعلى إلى أصغر عمامة في هذا الجو القذري بتمام معنى القذارة هل هناك من فارقاً بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي هل لمستم فارقاً هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان خطبة أمير المؤمنين في الكوفة بين خواصه ذكرتها مراراً وكراراً في الحلقات المتقدمة أقرأ شيئاً يسيراً منها في الصفحة السادسة والخمسين وبداية الحديث في الصفحة الخامسة والخمسين إنه الحديث الحادي والعشرون ثم أقبل بوجهه أمير المؤمنين في الكوفة ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبلي من هم الولاة قبلي أبو بكر عمر وعثمان قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته إلى آخر كلامه هذه هي حقيقة السقيفة بني ساعدة ومخرجاتها مخرجات السقيفة بني ساعدة هي هذه وهذا الكلام يحكم بشكل واضح على الحقائق التي مر ذكرها هذا كلام أمير المؤمنين في تقييم سقيفة بني ساعد قد عمل الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه وهذا بالضبط ما جرى في رزية الخميس ألم يخالفه عمر متعمداً لخلافه حينما رفض مع الصحابة الذين معه رفضوا أن يكتب لهم رسول الله كتاباً عاصماً لهم للأمة من الضلال هل هناك تعمد في مخالفة رسول الله يكون أوضح من هذا ومن هنا فإن أحاديث العترة صحيحة تحمل الحق في نفسها قد عملت الولاة قبل أعمالاً خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته هذا ما يخص سقيفة بني ساعد أما ما يخص سقيفة بني طوسي الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس والطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئة إنه الحديث السابع نقلاً عن احتجاج الطبرسي الرسالة الأولى التي وردت من الناحية المقدسة إلى المفيد سنة أربعمية أو عشر للهجرة ماذا يقول فيها إمام زماننا فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم الخطاب إلى مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم سنة أربعمية وعشرة للهجرة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ألا تلاحظون أن المضامين واحدة وأن العواقب واحدة وأن النتائج واحدة فما قرأته من الكافي كان تقييما من أمير المؤمنين لسقيفة بني ساعدة وما قرأته من رسالة إمام زماننا إلى المفيد كان تقييما لسقيفة بني طوسي للطوسيين هذا هو الواقع بين أيديكم والحقائق عرضتها ولا زلت أضعها تباعا أمام أعينكم لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني وإنما أقول لكم احترموا عقولكم وابحثوا في أمر دينكم وتأكدوا من هذه الحقائق التي عرضتها ووضعتها بين أيديكم نذهب إلى فاصل عرفتم عرفتم الآن محمد سقيفة بني ساعد ومحمد سقيفة بني طوسي أحدثكم أحدثكم بنحو مقتضب عن محمد دين العترة الطاهرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن زيارة نبينا على البعد صلى الله عليه وآله هكذا نخاطبه في بعض عبائر هذه الزيارة السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصال المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجب الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق إلى أن تقول الزيارة الشريفة الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك له وتحننا منك عليه إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عيناً عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح حتى رفعت به نواضر العباد وأحييت به ميت البلاد بأن كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار الزيارة طويلة لكنني أنتقل إلى مقطع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله التي وردت عن إمامنا الحسن العسكري لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وصلي على محمد كما غفرت به الذنوب لكما يقولون من أنه يجلد المؤمنين ويلعن المؤمنين من دون سبب وصلي على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرشت به الكروب وصلي على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به العماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصلي على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصلي على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصلي على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما هذه لقطات من شيء من فضائل محمد دين العترة الطاهرة أنتقل بكم إلى المفردة الرابعة من مفردات النص الذي حدثنا به ابن عباس بحسب البخاري فيما يرتبط برزية الخميس إنها المفردة الرابعة بحسب تسلسل المفردات المتقدمة الذكر لأنني حدثتكم عن مفردة أنهم منعوا النبي أن يكتب الكتابة العاصمة لهذه الأمة وحدثتكم أيضا من أنهم قالوا لرسول الله من أنه يهذي إن الرجل لا يهجر وحدثتكم أيضا عن قولة عمر وهو يقول وعندنا كتاب الله حسبنا هذا الكتاب الذي لا يعرف عمر منه أحكام التيمم وأحكام الصلاة فحينما كان يجنب له يصلي هو هذا الكتاب الذي يقول عنه عمر وعندنا كتاب الله حسبنا وقرأت كل ذلك عليكم من البخاري نفسه فيما يرتبط بجهل عمر بأحكام الصلاة وأحكام التيم المفردة الرابعة حينما طردهم رسول الله فاختلفوا وكثر اللغط أقرأ عليكم من البخاري من المصدر نفسه الذي قرأت منه في الحلقات المتقدمة فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني طرده قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله أقفوا عند هذه المفردة التي شكلت عاقبة هؤلاء الصحابة عاقبتهم عند النبي الطرد طردهم رسول الله من بيته من محضره الشريف طردهم وما أظهر رضاه عنهم بعد ذلك قضى قضى نبينا صلى الله عليه وآله هم الذين قتلوا قضى نبينا مسموما وما صدر منه أي تصريح بعد طرد الصحابة من أنه كان راضيا عنهم ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة هوت في الآية التاسعة والعشرين والتي بعدها بعد البسملة في سياق قصة نوح النبي ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا كانوا يطلبون منه كبار القوم أن يطرد الذين آمنوا برسالته في الآيات المتقدمة من السورة نفسها فقال الملأ الذين كفروا من قومه من قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا رأي فإنهم يريدون من نوح النبي أن يطرد هؤلاء فماذا قال لهم النبي نوح وما أنا بطارد الذين آمنوا الأنبياء لا يطردون المؤمنين الذين يطردون هم الذين لم يكونوا من المؤمنين ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين أهمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم هذا عداء مع الله أن يقوم النبي بطرد المؤمنين ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون حرب مع الله أن يقوم النبي بطرد المؤمنين تدبروا في هذه الآيات هذا على لسان النبي نوح ولسان النبي نوح هو لسان بقية الأنبياء الأنبياء لا تختلف شرائعهم ولا تختلف أخلاقهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون وإذا ذهبنا إلى سورة الشعراء وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة وما أنا بطارد المؤمنين في سياق الآيات قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين المؤمنون لا يمكن أن يطردوا من قبل الأنبياء حينما طرد النبي هؤلاء الصحابة هذا إعلان صريح من أنهم ما هم بمؤمنين نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثانية والخمسين بعد البسملة الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله قطعا لفظا له النبي لا يحتاج إلى هذا التوجيه هذا التوجيه في الحقيقة للأمة وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ هذا يعني أن الذين طردهم رسول الله ما هم من هؤلاء من الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهِ هذا يعني أن الذين طردهم رسول الله لا يريدون وجه الله لو كانوا يريدون وجه الله هل يرفضون أن يكتب لهم رسول الله كتابا يكون عاصما لهم وللأمة من الضلال هؤلاء لا يريدون وجه الله هؤلاء يريدون وجه الشيطان يريدون الدنيا هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله من الظالمين إنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين إنه سيد الكائنات إنه محمد الرحمة الرحمة المرسلة التي تسع كل العالمين صلى الله عليه وآله لقد طردهم طردهم هذا هو البخاري يحدثنا بعد أن رفضوا وقالوا ما قالوا بحق رسول الله ومن أنه يهدي قوموا عني قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه لقد طردهم محمد المصطفى بحسب رواياتنا لم يبق في البيت إلا علي وسلمان والمقداد وأبو ذار هؤلاء الذين بقوا في بيت رسول الله وأرادوا الخروج لما رأوا رسول الله غاضبا وكيف طرد القوم أرادوا الخروج مع أنهم لم يكونوا في جملة هؤلاء إلا أن أمير المؤمنين أمرهم بالبقاء وبعد ذلك كتب رسول الله كتابه واستشهد عليه عليه بشهادة هؤلاء ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين إذا ذهبنا إلى سورة الكهف في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الله يقول لرسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذه أوصاف الذين طردهم رسول الله وأوصاف الذين بقوا في بيت رسول الله هذه أوصاف سلمان والمقداد وأبي ذر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سلمان وأبو ذر والمقداد ما طردوا الذي طرد عمار وأبو باكر والذين معهما ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لو كان عمر والذين معه تصدق عليهم هذه الأوصاف لصبر النبي عليهم وما طردهم لكن النبي طردهم لماذا؟ لأن الأوصاف التي في الجزء الثاني من الآية تنطبق عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سلمان المقداد أبو ذر ولا تعد عيناك عنهم لا تفارق هؤلاء ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كما يريدها أولئك الذين طردوا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أولئك الذين طردوا واتبع هواه وكان أمره فرطا الآيات واضحة واضحة جدا في أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يطرد المخلصين من أصحابه وأن يطرد الأوفياء من أصحابه لكنه طرد الخائنين طرد الذين ساروا على منهج إبليس مثل ما رفض إبليس السجود لآدم وأراد أن يسجد لله بحسب ما هو يريد عمر كذلك رفض كتاب النبي وأراد التوجه إلى كتاب الله ويا ليته كان يفقه كتاب الله لو كان يفقه كتاب الله ما فعل فعلته الشنعاء هذه قال قوموا عني طردهم طردهم هكذا فعل رسول الله مع سقيفة بني ساعد ما هو موقف إمام زماننا من السقيفة بني طوس أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار من الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة من الرسالة الثانية التي وصلت المفيد من الناحية المقدسة وصلته قبل وفاته بعدة أشهر بالضبط وصلته قبل وفاته بثمانية أشهر وعشرة أيام الإمام الحجة ماذا يقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه الإمام يكره الواقع الشيعي فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه الإمام أبعد نفسه عن هذا الواقع إنه زمان الغيبة ولزمان الغيبة شؤون وسنن وأحكام في زمان رسول الله كان الزمان زمان الحضور ولذا فإنه هو الذي طرده في زمان الغيبة الإمام هو الذي قطع لطفه وفيضه عنهم فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه ألا تلاحظون أن وجه الله معرض عن السقيفتين مثل ما أعرض رسول الله عن سقيفة بني ساعدة أعرض الحجة بن الحسن عن سقيفة بني طوسي هذه الحقائق موجودة بين أيديكم نذهب إلى فاصل رواية التقليد واضحة جدا في بيان هذه الحقيقة أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إنها طبعة ذو القربى الطبعة الأولى قموا المقدسة الحديث يبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين رقم الحديث مية وثلاثة وأربعين أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة سيكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه والإمام يتحدث عن أنهم ضالون هؤلاء المراجع وسيضلون الشيعة وستبقى الشيعة على ضلالها لكن الإمام يستثني فيقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه حتى لو ضلله أولئك المراجع لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه يتحدث عن المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده الشيعة لا أتحدث عن شخص بعينه وإنما في كل زمان من أزمنة الشيعة الماضية الحاضرة والتي في المستقبل لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على ذلك المرجع الكافر ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة الأمور واضحة وواضحة جدا وجلية جدا إننا نبرأ من ديني الشيعة الطوسيين ونبرأ من ديني السنة السقيفيين لا شأن لنا بهما يا صاح يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء يا صاح يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء يمانيون نحن منهج الحكمة اليمانية إنها حكمة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما يمانيون نحن يمانيون يمانيون نحن والغرام علوي يمانيون نحن يمانيون والغرام علوي والقمر عنواننا الوضاء شعارنا شعارنا علي 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 والراية البيضاء وزينب فينا أميرة الإعلام الحسيني وزينب فينا ما بقينا شعلة ولواء مهدويون نحن وحق الحسيني مهدويون نحن مهدويون نحن والعشق كربلائي زهرائيون نحن زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء لا شأن لنا بسقيفة بني ساعدة ولا شأن لنا بسقيفة بني طوسي فليذهبوا بأجمعهم أجمعهم مع نبيهم المخبول الأثول هذا الذي يتحدثون عنه في كتبهم ومعتقداتهم فليذهبوا جميعاً إلى الجحيم أولاء نحن أولاء نحن شعارنا علي 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 والراية البيضاء وزينب وزينب فينا ما بقينا شعلة ولواء هؤلاء نحن هل عرفتمون هذه هويتنا يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء هل تريدون أن تضعوا أيديكم في أيدينا فحي هلا أم لا تريدون ذلك فتلك مشكلتكم ولا نعبأ لا بهذا ولا بغيره طريقنا واضح واضح طريقنا واضح ورؤيتنا واضحة جداً 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 جداً